اشتركوا في القناة رجال الصحافة كانوا دائماً إنني جد سعيد اليوم بتواجدي معكم في هذا الحدث جائزة صبر آراء وكالة الأنباء الجزائرية لأحسن رياضي لسنة 2023 والذي أصبح تقليداً دابت عليه الوكالة منذ 1977 اسمحوا لي في البداية باسمكم جميعاً أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والإمتنان لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للمكانة والأهمية التي أعطاها للشباب عامةً وللرياضيين خاصةً بمرافقتهم وتمكينهم وتشجيعهم لأبعد مدى إذ تعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ الرياضة الجزائرية ها نحن هنا اليوم لنمنح الشرف والتقدير لأبطالنا المتألقين الذين تم اختيارهم ضمن عملية صبر الآراء ممثلين عن جميع الأبطال الذين تميزوا بروح العزيمة والإصرار لتحقيق النجاح ورفع الراية الوطنية عالياً يعود حدث صبر آراء وكالة الأنباء الجزائرية إبراهيم دحماني مجدداً وتعود معه تلك اللحظات المشوقة وأجواء الاحتفاء ببطولات بنات وأبناء الجزائر المجيدة بعد أن حققوا أفضل الصنيع مواصلين إطراء السجل الذهبي للرياضة الجزائرية في عهدنا هذا المتسم بالإراضة القوية في بناء مستقبل رياضي جزائري واعد تترجمها في الواقع مختلف القرارات والتدابير والمنجزات والمكاسب بعد غياب دام سنوات عزيزة وبفضل كل من ساهم في إنجاز هذا الحدث تعود جوائز إبراهيم دحماني مجدداً للتأكيد على الرابط القوية والعلاقة المتكاملة بين أسرتي الرياضة والإعلام في صنع مجدنا الوطني مجد يتحقق بإصرار وعزيمة في مختلف ما يدين حياة بلادنا في جزائر جديدة قوية ومظاهرة اشتركوا في القناة